معاناة مستمرة لسكان منطقة الانتصار في الموصل بسبب انهيار الخدمات والبنى التحتية في المنطقة رغم الوعود السياسية بعدة الاعمار وما زيارة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني إلى نينوى إلا دليل على السمرار مسلسل المتاجرة بملف اعمار المحافظة هذه المخاضل والجراثيم حشرات أشكال يطلع من عدها صار لفوق الأربعين سنة حالة ومحها ما جاء سواها أنا نوبتين ابني وقعينها تقريباً ما وقع بالمنهولة راديغرق نوبتين حالي انتصار صار لها تقريباً أكثر من أربعين سنة مهم لينها لا يروحون ولا يجين وضحق عليك وكلها وباق وغادي وجراثي وكل شي ما أكو ولا حد يجي جواوا هذا المجاري ما كملوه ما كملوه خلوها وهي انتصار ما أحد يمرنا ولا أحد يجين الأزمة الإنسانية والخدمية في منطقة الانتصار في الموصل أثارت غضب المواطنين من وعود مسؤولية المحافظة بأعمار منطقتهم التي تنعدم فيها الخدمات من مجار وشوارع مبلطة منذ أكثر من أربعين عاماً بالفيضانات هاي البيوت كلها تغرق ما يضل بيت ما يفوت عليه موائي أفاعي أكو أشي تريد أكو أو صاخ أكو احنا جونا قبل الانتخابات المحافظ وقف إهينة وقائم مقام تقريباً الحكم المحلية كلها وسط إهينة حجينا معاه يا أستاذ كذا كذا قال منطقة ما طول ما بيها مجاري أنا ما أبلطها يصير مجاري بيها أنا أبلط وهالمجاري كملوها ما حد جاء أبلط مجاري عندنا هنا سووها دمرونا بيها الله مبدا لك البوري على المشارع وكل سنة تمطر الدنيا هاي البيوت كلها تغرق وتفوت عليها الموائي وكل مرة يجي مسؤول ويجي محافظ ويجي كله يمول يجي كل شي ما يكون بس يسووا مجاري دنبلط وكله تشذب يجي يوعد ويروحوا ينهزم كل شي ما يكون شهادات سكان منطقة الانتصار في الموصل تشيب وضوح إلى متاجرة الحكومات بملف الخدمات وإعادة أعمار المدينة التي تعرضت لمساومات ومزايدات سياسية على حساب أزمة المواطن هناك كما تؤكد كذب الوعود الحكومية في إعادة أعمار الموصل